لم تعود على بعد خطوة واحدة من الجوع كما كانت تحذر المنظمات الدولية مرارا فقد صارت اليمن اليوم تعيش واقع مجاعة حقيقية وأزمات إنسانية متعددة عصفت بمعظم المحافظات وما زالت تلتهم كل يوم منطقة جديدة فبعد أن بات التدهور في المشهد الإنساني الثابت في جميع المراحل التي مرت بها البلاد منذ بداية الانقلاب ودخول اليمن ضمن تصنيف البلدان الأكثر مجاعة في العالم تعود التحذيرات الدولية ولكن بشكل آخر هذه المرة حيث قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن ثلاث محافظات يمنية دخلت مرحلة المجاعة الكاملة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إيرتارين كازين حذرت من نفاذ المخزون الغذائي في اليمن بعد أن أصبح مؤخرا يكفي فقط لنحو ثلاثة أشهر أمام مخاوف من عدم إمكانية توفيره ونفاذه بشكل عام وأمام مخاوف عديدة من عدم إمكانية تدبير السكان احتياجاتهم الغذائية تحدثت الأمم المتحدة عن عشر محافظات أيضا وصل فيها الأمن الغذائي مرحلة الخطر أو المجاعة المعلنة منها الحديدة وتعز وصعدة في أكبر حالة طوارئ غذائية وصلت إليها مناطق في العالم الأمر لا يتعلق فقط بالجهود الدولية لتحديد حجم خطورة المشهد والتدهور الذي وصلت إليه المحافظات فيما يتعلق بالأمن الغذائي فقد باتت مشكلة وصول المساعدات الإنسانية تمثل الهم الآخر للقابعين تحت لهيب الحرب والمواجهات في ظل سيطرة الميليشيا على المنافذ الرئيسية المؤدية لوصول المساعدة مجاعة وأمراض عديدة تجتاح المحافظات اليمنية كل يوم مشاهد قاتمة تعكس حجم مأساة إنسانية وصلت إليها بلاد لم يتوقف فيها مسلسل الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر